النتيجة التالية هي الأسوأ ما بين الأندية المصرية الأربعة المصري البور سعيدي يستقبل هدفين في ملعبه ولا يسجل إلا هدفين أيضا وبالتالي يتعادل ويستقبل هدفين أمر صعب جدا بالنسبة للمصري البور سعيدي في أول مواجهة للكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق وبحضور عدد من المشجعين اعترضوا على هذا العدد في النهاية لأنهم محتاجين أن الفريق يبقى مدعوم أكتر ولكن في استاد الجيش في السويس المسموح به هو من حضر وسجل المصري هدفين بعدما سجل نهضة بركان هدفا ولكن نهضة بركان من خلال نفس اللاعب محسن يجور نجح في تسجيل هدف صعب جدا حسابات المصري ولكن يبقى الأمر معلقا بين أقدام اللاعبين كده المصري بور سعيدي محتاج لما يسافر المغرب الأسبوع اللي جاي أولا لازم يسجل يسجل بقى ويفوز فيتأهل أو يسجل ويحافظ على أنه هيدخل فيه جول هيبقى يسجل التاني الأمور بقت صعبة شوية الحسابات كتيرة جدا تقسيم المباراة لازم يكون أفضل في المغرب عن الشكل اللي كان عليه النهاردة لأن المصري كان قادر أنه يسجل التالت لو فيضل ضاغط بالشكل الكويس اللي عامله لكن أعتقد أن التغييرات أربكت حسابات المصري خلال أحداث المواجهة لكن كل المجالات مفتوحة دلوقتي لأن المصري ما زال قادرا على التأهل لكن بحسابات تبدو صعبة شوية